ناقش اليوم كتاب حافي في شوارع ثمانيات عنوان اختاره الكاتب عبد العزيز الغميز ليسرد قصة طفل سعودي عاش تلك الحقبة ومر فيها بالعديد من الأحداث والقصص والذكريات أبرزها حرب الخليج وهدف المنتخب السعودي الأول في كاس العالم 94 ولم ينس أيضا جارتهم أحمد المصرية والوصايا الثلاثة العالقة في ذهنه إلى الأه وينضم معي في الستوديو الكاتب عبد العزيز الغميز عبد العزيز مرحبا فيك أعطيك العافية وشكرا على أهداء الكتاب أنا أشكرك عبد العزيز في البداية أستاذ عبد العزيز حافي في شوارع الثمانينات ما السبب اختيار هذا العنوان أولا مساء الخير أولا مساء الخير للأخوة المشاهدين وثانيا أنا معجب الصراحة بالتطور التي وصلت لها القنوات السعودية أصبح يواكب تطلعات وطموحات البلد وكان فترة الإعداد من يوم ما كلموني الأخوان في العلاقات العامة والإعداد كلها كانت كوادر وطنية كانت شيء جميل يعني باستثناء الشاهي التي أعطيتنيها بسكر هذا زيادة عند العدد هم يتوصون بالسكر لا جميل لا يعطيكم العافية بالنسبة للعنوان الرواية هو بحكم أني قضيت فترة مهمة في حياتي وهي فترة التكوين والتأسيس في فترة الثمانينات بالإضافة إلى أن الشارع كان جزء طفولتنا في ذاك الوقت بداية من الذهاب للمدرسة أو لعب الكورة أو الإرسال للجيران أو الأشياء هذه كلها كانت جزء من تكوين الحياتي في الثمانينات لذلك أعتقد أني أنا اخترت الاسم هذا الحافي هذا يعني بضبط هو اللي يتكلم عن مرحلة الطفولة في فترة الثمانينات تكلم أيضا على ذكرت أن أم أحمد المصرية جارتكم أنا أعتقد أنها نقطة تحول يعني أو نقطة مهمة في حياتك سيد عبد هي بالتأثير والأهمية الله يذكرها بالخير أم أحمد نظرا لأن كان يعني التكوين والتأسيس في ذاك الوقت أنا كنت طفل وهي من مجتمع مختلف عن مجتمعي فكان التأثير لها أكبر يعني وإذا صح القول أنها هي الأكثر تأثير بعد والديني الله يحفظهم كيف تأثيرها؟ كلمنا أكثر عنها مهمة والله هي التأثير هي أنا من أولى ابتدائي تقريبا إلى أولى متوسط أنا كنت أقضي تقريبا ما بين ستة إلى سبع ثمان ساعات في اليوم عندها تدريس يعني تدريس وبنفس الوقت يعني أقضي باقي الوقت في بيتها فيعني أنت عارف حجم التغيير بحكم أنها من مجتمع مختلف عن المجتمع التي أنا عايش فيه أثرت عليك حتى يعني من ناحية الفكر من ناحية أنه وسعت المدارك أكثر صحيح 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 أعتقد أنه أنا كل ما يزيد فيني السن أو أكبر يعني أكتشف أن تأثير الشخصية هذه في حياتي يعني ما زال مستمر فيها في فترة الثمانينات وشي أبرز المواقف اللي أنت تذكرها ولا زالت عالقة تحسى الأبرز يعني في هذه الفترة والله أشوف أنا بعد ما كبرت أتكلم عن اللي ذكرتها في الكتاب أنت هو شوف أول شيء الرواية هي كان بدت في مقدمة أتكلم عن أشياء كانت ثم زالت يعني في جيلنا وبقية القصص هي يعني هي ليست تأريخ للمرحلة أو الحقبة هذه لكن هي مواقف الطفل ممكن تمر على أي طفل في ذاك الوقت مرحلة الثمانينات مختلفة استوعبت لاحقا أنها مرحلة مرتبكة للمجتمع بعد ما كبرت عرفت أن السبعينات والستينات وما بعد الثمانينات هو مو زي الثمانينات يعني هذا هو الاختلاف وش الاختلاف اللي شفته في الثمانينات عن اللي قبل واللي بعد والله يعني إذا صح القول يعني أن المرحلة اللي مرت فيها البلد في مرحلة الثمانينات أنا ماني بعالم ولن يباحث لكن أنا كنت عايش في ذيك المرحلة استوعبت لاحقا أن المنطقات كلها تأثرت سواء من الجماعات المتطرفة في الدول أو وصول زي النظام الإيراني بشكلها الحالي عرفت أنها لها تأثير في على مستوى معيشتنا وعرفت أن الوقت هذا يعني اتخذت مفاهيم أو اتخذت يعني فتاوي ونهج في الحياة يعني إذا صح التعبير أنه أخذ أصعبها يعني وأثقلها على المجتمع طبعا اسمه سيدي ولي الأهد لما كان يتكلم أنه إحنا نبغى نرجع زي ما كنا هو ما كان يتكلم عن مرحلة خيالية أو مرحلة قديمة هو يتكلم عن مرحلة أنا سمعتها مثلا من الأجيال اللي قبلنا يعني من الناس اللي عاشوا في السبعينات والستينات كانوا دائما يتكلمون عن مجتمع مختلف أو مفهوم مجتمع مختلف عن الوقت اللي أنا أعيشه طبعا الكلام هذا كلنا نستوعب تبعي حقا في الكتاب يعني دائما نشوف يعني مرحلة الطفولة دائما ما تكون فيها مواقف كثيرة مضحكة كوميدية الواحد يتذكرها هل ذكرت بعض المواقف في الكتاب نعم نعم يعني يعني تذكرنا أبرز موقف يعني والله ما في موقف معين أني أنا أذكره لكن أنا دائما أتكلم عن الفترة اللي أنا عاشتها خاصا في مرحلة الابتدائية أنا أذكر واحد من المدرسين المتحمسين يعني سحبني المكتب الوكيل لأنه حصل معي روايات ميكي ماوس كان كل الاعتراض عليها أنها كانت مصورة كان يتكلم معي عند الوكيل أنه لازم أني أنا أنفخ في الصور هذا يعني من باب التحدي لكن اللي شفاع لي عند الوكيل أني أنا كنت ماسك الإذاعة الصباحية يعني زي أنك ماسك كم لا كان بالضبط بالضبط الكاتب عبدالي جزيلا غبيز شكرا جزيلا لك وبالتوفيق إن شاء الله شكرا يعطيكم العافية و شكرا نستطيع شكرا لعافية